الله في العهد القديم ميز هذا الشعب حتى يكون نور وحتى يكون شهادة للمجتمع لكن كان في عدات وثنية كثيرة في كل مكان طبعا هذه العدات كانت ممارسات وثنية اللي كانت محرمة على شعب الله شعب الله المفروض أن يكون متخصص متميز له عداته وله تقاليده وله أنواع الأكل والشرب والغسيل وإلى آخر من كل هذه الشرائع الأخرى اللي بتميزوا عن الشعوب الأخرى فمثلا الاختتان كل ذكر يهودي لازم يختتن هو ابن تمانتيام هذا الاختتان ابتدأ بعهد الله مع إبراهيم في سفر التكوين وفي شريعة موسى أوضح بل علم بشكل مفصل ومنها طبعا على كل يهودي أنه يختتن وهذه كانت علامة العهد أن هذا الشخص مميز مخصص أنه له كتاب، له شرائع، له تقاليد، له فرائض، له نوميس، له عهود اشتراع له إله واحد وعبادة واحدة مخصصة للإله الواحد فحتى يتميزوا عن الشعوب الأخرى كان لازم يمارسوا هذه الفريضة أو هذه العادة بحيث أنه الاختتان كان علامة اللي بتميز اليهود عن سائر الشعوب الأخرى طبعا تاريخيا في شعوب أو بعض الناس اللي مارست هذا الشيء لكن نشوف كشيء يعني مبرمج ومرتب بشكل منسجم بانسجام متسلسل ومتناغم بشكل أدبي منشوفه طبعا في الكتاب المقدس مما جعل إسرائيل أو شعب إسرائيل القديم أن يكون شعبي بيختلف عن الشعوب اشتركوا في القناة